بسم الله الرحمن الرحيم قال لي أحدهم تقولون دوما لا كتب لنا إلا القرآن ولا نبي لنا إلا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم فلماذا خالفتم أمة الإسلام وأتيتم بمسيح موعود لا نعرف عنه شيئا قلت له تعال أيها الحبيب أحكي لك القصة من بدايتها أولستم تعتقدون بنزول المسيح عيسى بن مريم حكما عدلا كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم قال بلى قلت له أولستم تعتقدون أن هذا المسيح النازل سوف يوحى إليه كما ورد في صحيح مسلم وأنه لن تنزع عنه صفة النبوة لكنه سيكون نبيا تابعا للشريعة المحمدية وفردا من أفراد الأمة الإسلامية قال بلى قلت له ماذا لو ثبت بالقرآن الكريم والحديث الصحيح أن المسيح عيسى بن مريم عليه السلام قد توفي وفاة طبيعية عادية كسائر الناس والبشر وأن هذا ليس بدعا من القول بل سبق به بعد القرآن الكريم والحديث واعتقاد الصحابة كثير من علماء السلف والخلف ولو ثبت أيضا بأن سنة الله التي لا تتبدل أن من مات لا يعود إلى الدنيا مرة أخرى وسبق القول من رب العالمين أنهم إليها لا يرجعون فكيف تجمع بين وفاة عيسى وبين نزوله في الزمن الأخير وكلاهما صحيح وثابت ولا شبهة فيه ألم يخطر ببالك أن يكون ذكر المسيح النازل آخر الزمان في الأحاديث الصحيحة على سبيل المجاز والاستعارة تماما مثل كسر الصليب وقتل الخنزير أليس هذا مقبولا عقلا وعرفا وفي لغة العرب فأنت تسمي الكريم حاتما والكافر المعاندة فرعونا وقد دعا القرآن مريم أختى لهارون لا تمت له بصلة نسب فما وجه الغرابة أن يسمى فرد من الأمة الإسلامية ابن مريم وهو لم يولد من بطنها ألم يرد في صحيح البخاري نفسه وصفان مختلفان لهيئة المسيح فمسيح بني إسرائيل أحمر جعد بينما المسيح مسيح آخر الزمان آدم صبت مما يؤكد أنهما مسيحان لا مسيح واحد ألم يصف القرآن الكريم المسيح ابن مريم بأنه رسول إلى بني إسرائيل فقط بينما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن مسيح آخر الزمان سيكون من أمتنا كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم ألم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخبر عن زمن المسيح النازل في الزمن الأخير فقال وَلَا تُتْرَكَنَّ الْقِلَاصُ فَلَا يُسْعَا عَلَيْهَا وَقَدْ تَرَكَ النَّاسُ رُكُوبَ الْإِبْلِي وَاخْتُرِعَتِ السيارات والطائرات والسفن أفلا يحق لنا أن نتوقع نزول المسيح منذ عشرات السنين طبقا لنبوءة الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ألم يرتفع الإيمان نحو الثرية وتفسد أحوال أمة الإسلام ويتفرق أبناؤها شيعا كل حزب بما لديهم فرحون فما كان منا إلا أن صدقنا نبوءات الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي بشرنا برجل من أهل فارس يعيد الإيمان للأرض بعد أن صعد إلى الثرية وقرأوا إن شئتم تفسير الآية الكريمة وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم فوجدنا رجلا تنطبق عليه تلك الصفات كلها وقد أعلن أنه الإمام المهدي والمسيح الموعود على رأس القرن الرابع عشر الهجري وحين اجتاح طوفان التنصير شبه القارة الهندية وحين دعا الزمان بلسان الحال بضرورة الإصلاح وهو حضرة ميرزا غلام أحمد القاديني الذي بعثه الله تعالى لتجديد الدين وإحياء الشريعة بغير زيادة فيها ولا نقصان تلك هي القصة أيها الحبيب ألم أقل لك إنه لا كتاب لنا غير القرآن ولا رسول لنا غير المصطفى صلى الله عليه وسلم شكرا للمشاهدة